حديثنا اليوم في هذه الحلقة حول موضوع يهم الجميع الفرد والمجتمع لخطورته وأهمية بيان أمره وخطورة انتشاره في أوساط المجتمعات الإسلامية لأن أصحابه ينخرون في المجتمعات والشعوب وبهذا الفعل يكون سبب الفساد والهلاك إن لم يقدر السلامة منه عافانا الله وإياكم ومستمعين الكرام حديثنا اليوم عن نفاقي وأهله وكيفية الحذر من المنافقين والتعامل معهم وكيفية التوبة منه النفاق مرض خطير مرض خطير جدا وجرم كبير لأنه يظهر الحق باطلا والباطل حقا ويزين المنكر كالمعروف فظراه كبير جدا وعقوبته أشد بلغ من خطورته والتحذير منه أن جعل الله تعالى المنافقين في أسفل النار كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا المنافقون دائما في حيرة وتقلب وفي خداع ومكر وفي تلول ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين حينا مع المؤمنين وحينا مع الكافرين قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا إن تصرفات المنافقين تدور مع مصالحهم فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان والموالة وإذا لقوا سادتهم وكبراءهم قالوا نحن معكم وفيكم ومنكم كما قال سبحانه عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتناول الحديث عن خطورة النفاق على الفرد والمجتمع والأمة ونسعد أن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة خطر فمرحبكم مرة أخرى فضيلة الشيخ وبداية فضيلة الشيخ ما مفهوم النفاق في شريعتنا الغراء بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعده فالنفاق ومعناه في اللغة عمل الفارة إذا أقامت جحرا تجعل له فتحات متعددة والتواءات فإذا خافت المكان خرجت المكان ودخلت المكان آخر وهكذا فكذلك من هذا اشتقاق النفاق في الشرع لأن النفاق في الشرع معناه أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن وأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر وأن يظهر الصدق والصلاح والاستقامة وأن يبطل الخداع والمكر والنفاق قسماني نفاق عقدي ونفاق عملي فالنفاق العقدي هو أن يكون الإنسان غير مصدق أصلا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتاب في ذلك ومتشكك فيه ولم يقضي في الله في قلبه وراء هذا الإيمان الذي ينور الله به القلوب فقلبه مظلم لم يرد الله به الخير فلذلك أغواه كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم من الظالمين فأولئك لم يرد الله بهم الخير لأنه قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فذبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين هذا النفاق العقدي أما النفاق العملي فهو أن لا يكون الإنسان صادق مع الله في بيعته معه فالله بينه وبين عباده بيع أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن وقال فيها إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه البيعة الناس فيها على قسمين صادقون ومنافقون فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوا عليه والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظروا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم والمقصود أن المنافقين هنا النفاق العملي ولذلك قال أو يتوب عليهم وهذه الصفة صفات الصادقين القسم الأول وهو الصادقون عرفهم الله بصفاتهم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون كما عرف المنافقين بصفاتهم بسورة التوبة نفاق العملي فذكر ما كانوا عليه من الأوصاف ومنهم 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 فقال من ذلك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ولهذا بجر النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين النفاق العملي لخطورته وانتشاره بالأمة فقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذا النفاق العقدي موجود في الأمة وخطره عظيم على أفراده لأن الذين ماتوا عليه لا يمكن أن يدخل الجنة حرم الله عليهم الجنة وهم كما ذكرت الآن في الدرك الأسفل من النار فهم أسفل من المشركين في النار والنفاق العملي أصحابه على خطر عظيم لأنهم بأي وجه يلقون الله وقد خالفوا ما عاهدوه عليه ولم يفور الله بوعده كذلك هم مبغضون في المجتمع المنافق بغضه المجتمع لأنك إذا خالدته ستهدوه كذابا ستهدوه غير واف بالوعد ستهدوه مخادعا ستهدوه غير مؤتمن لا على مال ولا على سر ولا على أمانة أي كانت فهذا خطر النفاق على المجتمع كذلك المنافقون خطرهم أيضا أنهم محسوبون على المجتمع معدودون منه كأنهم جيش من الخلق ولكن في الواقع أنهم على خلاف ذلك مطابور خامس بداخل الأمة يمخرون في جسم الأمة لإفسادها فهم يفشون أسرارها يوالون أعداءها يبددون خيراتها يضرون بها لا يتحملون مسؤولية في دينها فلذلك هم ضررون على الأمة فهذا كله يبين لنا خطر النفاق وعظم شأنه ولذلك سنجد الآيات التي تكلمت عن المنافقين في القرآن كثيرة جدا ونجد سورة كاملة خصصة للمنافقين في كتاب الله ونجد الأحاديث التي وردت في ذكر المنافقين كثيرة جدا كل ذلك يدلنا على عظم هذا المرض كما سميته وخطره وأنه علنا جميعا أن نخافه على أنفسنا الصحابة الكرام الذين رباهم رسول الله ويجاهدوا معه كانوا يخشون النفاق على أنفسهم ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعين بالجنة وشهد له في العشرة بالجنة وشهد له في أهل بدر بالجنة وشهد له في من بايع تحت الشجرة بالجنة وحل الله عليه رضوانه في كتابه فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومع ذلك كان يخاف النفاق على نفسه لا يخاف النفاق العقدي لأنه يعلم أنه مؤمن لكن كان يخاف النفاق العملي وليالك كان يدعو حذيفة من اليمان فيقول وعنشهدك بالله الذي لا إله إلا هو هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان السلام يقولون ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن هؤلاء هم الصحابة وهم القريبين من الله سبحانه وتعالى